وينضم إلينا من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي رامي القليوبي سيد رامي مرحبا بك معنا ربما عطفا على التقرير اللي تابعناه وهذا اللقاء الأول من نعوه على هذا المستوى اللي تم في أنطاليا ما بين لفروف ووزر الخارجية الأوكراني لم يصفر عن أي شيء والجانب التركية تحدث حاليا الخارجية التركية أنه هناك بوادر موافقة حتى أو تقبل من حيث المبدأ لدى الرئيس الروسي بوتين بلقاء نظيره الأوكراني هل ما زلنا في مرحلة اللقاء من أجل اللقاء الاجتماع من أجل اللقاء الاجتماع بدون أهداف أو إرادة حقيقية لتحقيق نتائج ملموسة في الواقع على المستوى التكتيكي والميداني هناك أهداف ويتم تحقيقها وهي فتح الممارات الإنسانية وقد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي اليوم أن نحو 60 ألف مدني أوكراني خرجوا من مناطق القتال أمس واليوم وهذا يثبت أن اللقاءات التي انعقدت في بلاروسيا أتت بنتائج ولكن هذه نتائج نتائج مؤقتة وعلى الأرض بينما تبقى النتائج الطاولة الأجل مرهونة بأن كل طرف يدور في فلاكه ويسر على أجنداته فمثلا الموقف الروسي هو يتلخص في أن العملية العسكرية الروسية لن تتوقف إلا بعد نزع السلاح أوكرانيا ونزع من يسميهم النازيين الجودود بينما أوكرانيا تعتبر نفسها دولة زاد سيادة ولا مجال للحديث عن تحييد أسلحتها وأنه لا يجوز إكبارها على الاعتراف بالسيادة الروسية في شبه جزيرة الكرم التي كانت تتبع لأوكرانيا حتى عام 2014 وأن النزع القومي هي أمر طبيعي لأي دولة وليدة ولكن أستاذ رامي هذه الشروط وهنا سأستعير وربما سيكون منطلق لسؤالي لآخر تصريحات الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ليعقد اجتماعات على مستوى الاتحاد الأوروبي في فرساي وقبلها كان هناك دلالة مهمة أنه حتى هو واشولتس قام بالاتصال قبل انطلاق أعمال هذه القمة مع رئيس روسي فلاديمير بوتين ماكرون يقول أن الشروط التي وضعها بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي شروط غير مقبولة من قبل أحد بالتالي ممد واقعية هذه الشروط والتمسك بهذه الشروط في الواقع هذه الشروط هي ستكون مرهونة بالوضع الميداني على الأرض وكانت روسيا تراهن على تحقيق نصر سريع في هذه الحرب ثم ملء شروطها على الطرف المستسلم ولكن مع مرور الأيام تبين أن مواجهة الجيش الأوكراني المصنف ضمن أقوى 30 جيشا في العالم ليس بهذه السهولة خاصة وأنه يحصل على دعم عسكري تقني كبير من الغرب فهناك إذا استمر الوضع على ما هوب عليه دون قدرة روسيا على حسم الصراع ميدانيا ومواجهتها مزيد من العقوبات والعزلة الدولية قد تخفف من شروطها ومنها مثلا قد تتراجع عن المطالبة بالاعتراف بسيادتها في شبه جزيرة الكرم وإنما استبداله باتفاق ضمن ما مثل تجربة اليابان التي لا تعترف رسميا بانتقال جزر الكوريل إلى السيادة الروسية بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية ولكنها لا تطالب باستردادها في المحافل الدولية على عكس ما تكون به أوكرانيا فنحن نشهد مفاوضات يكون سيرها مرهونا على الوضع الميداني على الأرض برأيك هل بدنا نتلمس الآن مع تمسك ربما مفاوضات من أجل تكريس وقف إطلاق النار وإن كانت لم تحقق أي شيء على مستوى الجولات الثلاث ما بين وفود أوكرانية وروسية في بيلاروسيا ومرة في الجانب الأوكراني فيما يتعلق بالممرات الإنسانية ووقف إطلاق النار هناك الآن برعاية الوكلة الدولية للطاقة الثارية موافقة على التفاهمات فيما يتعلق بالنووي هناك إثارة لمشاكل ومخاوف متعلقة بالبيئة البيولوجي وتبادل اتهامات ما بين روسيا أوكرانيا والولايات المتحدة هل هذا يذهب بنا أو يتجه إلى تجزيء الأزمة في أوكرانيا إلى مواضيع تحل جزئيا في الواقع هذه سابقة أن تدور حرب بهذا النطاق في بلد توجد به أربع محطات نووية بالإضافة إلى محطة شرنبل النووية المونكوبة ومن بين هذه الأربع المحطات العاملة محطة زابروجيا المصنفة كأكبر محطة نووية في أوروبا فهذا يزيد من المخاطر البيئية المتعلقة بمخاطر إصابة أو استهداف هذه المحطات ولذلك تقدمت كيف بطلب إلى الوكلة الدولية للطاقة الثرية لتأمين هذه المحطات أو فرض مناطق حصلة هناك مخاوف متبادل اتهامات فيما تعلق بالوضع أيضا بيت شرنبل وانقطاع الكهرباء عنها وما يمكن أن يسفر هذا من مخاطر أيضا في الواقع هي محطة شرنبل هي محطة متعطلة وهي مغطية بغطاء عازل حرصاني فهناك توقعات بأن يتم التعاون بين العسكريين الروس والأطكم الأوكرانية المشغلة للمحطة ففي النهاية المطاف هؤلاء ليسوا انتحاريين لأن هناك إدراقا بأن أي انفجار نووي لن يؤدي إلى كارثة بيئية في أوكرانيا فحسب وإنما أيضا في روسيا وفي أوروبا وهذه المحطات تحتوي على مواد مشاعة يبلغ نصف عمرها ألاف السنين فهناك إدراق بأنه في حال تم تدمير أي محطة نووية لن يكون هناك رابح في ذلك لذلك هناك أمال في عقلانية طرفي النزاع من جهة توصلهم للصيغة للتعاون في تأمين هذه المحطات النووية في مسألة التأميم هل من شأنها أن تزيد الأمور تعقيدا في مسألة أيضا التبادل الاتهامات لأن الجانب الروسي يقول أن هناك سوء تقدير هناك مغالطة للرأي العام في الولايات المتحدة وعلى مستوى الدول الأوروبية بشكل عام كان هناك رد من البيت الأبيض لاحقا على هذه الاتهامات على أن الروسيا هي المتهمة بكون رئيس حسب تصريحات جينساكي رئيس دولة تعد ثالث أكبر مورد للنفط في العالم إذا ما قرر التدخل في بلد آخر فإن ذلك سيكون له تأثير قبل حتى الحظر الأمريكي على سبيل المثال فيما يتعلق بالطاقة الروسية هذه الاتهامات الطبيعية أن يتم تبدلها بين أطراف المواجهة فمثلا روسيا بهذه الطريقة قد تتهم بأن هذه الحرب جاءت نتيجة لرفض الغرب الاستجابة لمطالبها بتقديم ضمانات أمنية بعدم توسع النيتو فهناك كل طرف يدور ضمن روايته ولكن من المؤكد أن الروسيا لا يزال لها دور كبير كمورد للطاقة ولسيما في أوروبا حيث أن حصة روسيا في وردات الغاز إلى أوروبا تبلغ 40% وبخصوص النفط فتبلغ حصة روسيا 30% وهذا يجعل روسيا في نوع من موقع الكوة إدراكا منها أنه لا يمكن الاستغناء عنها بين الليلة وضوحها وحتى إذا تم تقليص الإمدادات القادمة من روسيا فهذا يعود بارتفاع الأسعار وهناك توقعات مثلا روسية بأن النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل وفق ما أعلن عنه نائب رئيس الوزر الروسي أليكسندر نوفاك قبل يومين فهذا يعني أنه حتى إذا تقلصت الكميات فستحصل روسيا على نفس الأموال بما تعادله بالدولار وبأضعاف ما تحصل عليه بالروبل بعد انهيار كيمة العملة الروسية في الأيام الماضية ترجمة نانسي قنقر